اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نيب القايد الأعلى نيب الأول رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بينها وبين المملكة المتحدة في جميع القطاعات والذي عززته علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضبية اليوم بحضور معالي شيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين منوها بما يشهده التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تنام مستمر وبدور المملكة المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وخلال اللقاء استعرض سموه مع السيد سايمون مارتن مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر